إيه مو سيماني رفض أن يكون موجود في حد بديل للمدرب العام اللي مشي؟ في وقتها ولا دلوقتي؟ في وقتها ودلوقتي؟ في وقتها ما عرفش في وقتها إيه ولكن دلوقتي هيبقى حقه لأن دلوقتي أنت جايب أنا مدير فن ماسك في مكان بقالي سنة أو سنتين جيت بعد سنة وتقولي المكان ده لازم نجيب لك فيه مدرب عام ده معناي أنه هيضف علي حاجة فنية هيبقى أنت عندك مشكلة وده جاي يضف حاجات فنية هل سامي أمصان لما تم تصعيده كمدرب عام ما أقنعش المسؤولين ده خناني الأهلي فبالتالي بدأوا يفكروا في رضا شحاتها بدأوا يفكروا في بعض الأعمال النحاس في بعض الأسماء اللي طرحت لا مبدئيا بس سامي أمصان مدرب شاطر جدا تمام جدا يعني من وقت ما حرس أنا سامي صاحب جدا أنا يعرف على المستوى الشخص ورجل محترم جدا ومدرب شاطر وما كان في الحرس عمل نتائج وعمل فرق فرق قبل ما يروح نادي الأهلي فكان هو مدرب شاطر دي حتة تاني ولكن هو تحطه هو ومسلمين في حتة واحدة حلو كده؟ يعني إيه حتة واحدة؟ حتة واحدة يعني الانتقاد بقى للاثنين ما بقاش لمسلماني لوحده تمام؟ فلما الناس بدأت هذا الانتقاد اللي وجه لسامي أم صاحب لا مش لسامي أنا شغال معاك كمدرب عام أو رجل تاني وانت اللي بتاخدك قرارات لا الانديها الكبيرة مش كده حتى لو روحت النادي الزمانية هتلاقي دايماً المدرب العام ماشي مع الرجل في حتة واحدة هم قرار فني قرار فني دايماً لاتنين فهتلاقي دايماً المدرب ماشي بس يعني عايز تقنعني إن أسامة نبيه بيأثر على فريرة بيأثر؟ طبعاً لو ما قدرش توصل للصورة في نادي الزمانية ماشي إزاي واللي عابا دي بتعمل إيه واللي عابا دي بتتعامل معها إزاي والصورة الواضحة هيبقى عنده مشكلة هل موسيماني فشل في الفترة الأخيرة؟ فشل؟ بمعنى هو ماشي ليه؟ ماشي ليه أنا شايف إن ممكن الاجتماع الأخير كان فيه حاجات أنا ما حدش عارف كواليس الاجتماع فشل من ناحية الأداء عشان الناس ما تقولش البطولة ما تكلم على الأداء 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 في النادي الأهلي كان متزفزد من فترة مش دلوقتي هو السبب فيه؟ اللي السبب في اللي حصل كله إن بطولة أفريقيا اللي هو كان دايماً بتهد الدنيا شوية ما خدهاش النادي الأهلي ما خدهاش فده اللي عمل فبالتالي بقى فيه فجوة فعجله في الرحيل قبل كده كان مثلاً النادي الأهلي في الدوري مش أحسن حاجة فبتاخد بطولة أفريقيا فالناس بتهد نشتغل تاني بعيداً عن النتائج موسيماني كان على قدر النادي الأهلي؟ بالنتائج؟ آه لا بالنتائج بعيداً عن النتائج بص انت ما تقولش لا 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 ما ينفعش أقولها كده لا أنا باتكلم على الأداء وعلى طريق الصور لا ما ينفعش أقولها كده لا ليه؟ ما ينفعش تفسدها ليه ما ينفعش تفسدها؟ مش النادي أهلي وعلى النادي الأهلي ده منظومة فانتك كمدير فني؟ طب حلو أنا كمدير فني النادي الأهلي انت من غير النادي الأهلي سنة واحدة بس مش هتقدر تكون بطولة أنا في النادي الأهلي عملت النتائج هيلة ومخدش ولا بطولة الناتج أنا بره فشل تمام فشل ما هو من هعمل بس هل المسؤولية بتقع على مين؟ على المنظومة أيوة صح مش على المدير الفني حلوة وانا لما هجأ حسبك حسبك على في النادي الأهلي حسبك على البطولات لأن انت النادي الأهلي مش حسبك مش حسبك على بس الجماهير والخبراء ما كانوش مقتنعين patterns وفي مباريات في مباريات النادي الأهلي كان بيكسبها دي خصت والأداء مش مقنع باخد بطولة في النهاية ولما باخدش ده المهم لما بدأ يخسر البطولة ببعد يأبى مشكيلة أيها البطولة لكن في نفس الوقت هو من إمتى النادي الأهلي بيماشي مدرب في نص الموسم لا ما هو قرر الراجل ما احنا قلنا بقى انه حصل الاجتماع اللي حصل حصل فيه حاجة ايه اللي حصل معرفش ومش في نص الموسم لان انت ما بقاش عندك احنا ما بقاش عندنا نص موسم اسلام لا استنى بس احنا ما بقاش احنا الموسم خلص في العالم كله احنا اللي مكملين ما استنى بس يو الراجل مشي مشي مع العالم كله زي في المعادي العادي اللي هو من حقه يتحرك يجيله نادي طب ولو قعد معك لشهر تسعة مش هيروحه فين تمام ماشي هو مش هتكمل فينان صغير برضو لا ماشي هو فنان الاهلي ايوه لو انا عايزة امشي اللي عمله لو انا قررت عايزة امشي طيب لو انت قلتلي مش هتكمل فينان اخر لما تعمل ده هعمل ايه كمدير فني اذا هو اللي هتحمل مسؤولية خسارة البطولة الافريقية اكيد هو مدير فني طبعا تنظيم للماتشو للقاء طبعا اه يعني مش اي امور اخ يعني مش عشان الماتش بس هتلعب في المغرب مش عشان كلها اسبابه ولكن مش يعني ما اخسرنا يعني كانوا مفروض نبقى افضل من كده يعني نتكلم على حتى التحضير للقاء نفسه والفرص وعدد الفرص والباور بتاع اللعبة ده كل ده كانوا متأثرين بيه بنسبة ايه تقييم مسيماني يعني تدينه كم من عشر مع النادي الاهلي اه تمانية من عشر ده بطولات ولا اداء الاثنين بطولات واداء رغم ان دخل في مشاكل بص يا اسلام اقول لك حاجة بس انا من الناس انا من الناس من اول ما ابتديت تدريب اول حاجة قلتها قلت اهم حاجة في الكورة الاداء مش النتيجة بالزبط انا من الناس دي ولكن النادي الاهلي ونادي الزمالك كل عنديات كبيرة لها منظور مختلف مختلف لو انا النهاردة انا دخلت خمس بطولات في الاهلي انا راجل اهلاوي انا راجل في الاهلي لو دخلت النادي الاهلي وأنا ماسك مدير فني وعندي خمس بطلات لو خدت أربعة وخسرت واحدة مقبول لو خدت تلاتة وخسرت اتنين مش مقبول